السلام عليكم اهلا و السلام بكم معكم علي وانوش كنت انا تكلمت منجو بدعة اشهر عن عملة صينية رقمية وهذه العملة هي من صنع الحكومة و العملة كانوا يخططونها وكانوا يحاولون انهم يعملوها وكانوا يجاهدون ليها وكانوا يقولوا عشان كده الصين منعت الكريبتو في الفترة اللي فاتت ديها على العموم العملة ديت هي عملة حكومية وهي اليوين الرقمي هل انت متخيل فدلقتي اللي حاصل ايه ان الصين اتكلمت واعتمدت احد البنوك وهو ICBC ان هو يبدأ في تجربة في تعامل اليوين الرقمي بلع بيحصل ايه دلوقتي فيه 3000 ATM او كاش بوينت او بيسموا انت بماكينة الصرف هذه الماكينات كلها تستطيع ان انت لو عندك اي عملة رقمية يوين رقمي ممكن تحولها لكاش زائد ان انت تستطيع ان انت تحصل على مرتب في الصين باليوين الرقمي يعني هم هيدفعولك باليوين الرقمي وانت ممكن تطلعها كاش ليوين عادي زائد ان الصين بعشان تسجل موضوع دوت هم عندهم تعرفين الموضوع الانصيب والكلام الفوضي ده عندهم كتير اوي فعملوا ايه بقى عملوا جايزة كل جايزة فيهم تقدر ب 31 دولار خد بالك 200 الف جايزة كل جايزة فيهم تقدر ب 31 دولار يوين رقمي فهم عايزين يشجعوا الموضوع دوت وعايزين ان الناس تبدأ انها تتعامل باليوين الرقمي فدلوقتي اي عملية رقمية كريبتو تبقى هي ضد اليوين بلا ما هي ضد اليو اس دي ستي طبعا الموضوع ده حياخدوا وقت كويل بس هم بيحاولوا يعني يضغطوا على الناس جامل اي عملة عندك ممكن تستطيع ان انت تحولها اليوين بسهولة جدا ومن مليوين الرقمي تقدر ان انت تصرفها اليوين حقيقي فالناس في الصين الحقيقة موهومة بالموضوع دوت وفعلا مندفعين لها اندفاع كبير جدا وعايزين العملة دي باي شكل والصين عايزة ان هي دي تبقى عملة منافسة لجنالي اشترينين الرقم اللي هو هيطلع في خلال الفترة اللي جاية ديت وعن طريق ال CBDC زيما انا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده هنا واتكلمت عنها وذكرت ايه اللي بيحصل والكنام ده كله وعايزين كمان يكونوا دد ال USDC وال USDT فده طبعا الصين دايما بتبص الفوق وبتبص الادام وعارفين هم بيعملوا ايه وعارفين الخطة بتاعتهم عشان كده كانوا منعين موضوع الكريبتو ولسه النهاردة قفلين 18 مركز تعدين في الصين 18 ومدالهم موضوع مستمرة لسه بيتابعوا الناس على مهم العملة ديت دل خولي بالك عشان فيه منصات تنسب على الناس تقولك احنا بتبيع هذه العملة الكلام ده لا خولي بالك عشان خاطر لو هي على منصة حقيقية زي بينت وكلان ده كله ده ه الحقيقي لكن لو هي في مواقع خاصة خولي بالك دا نصب خولي بالك دا نصب الموضوع اللسه مازاله جوا بالصين مازاله جوا بالصين وبس في البنك اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو البنك اللي هو ICBC وبعد كده بقيت البنوك هتضم هذه العملة اليهم. وهتتبع تماما لحكومة. ما قدرش يقول لا. فحيعملوا الكلام دوت. وبعد كده هلاقيها في المنصات التانية. فخلي بقى لكم برضو اصنخات الميتم الصبص عليكم. بتوفير. سلام عليكم. موسيقى